ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم في اجتماعين منفصلين موازنة وزارتي البلديات والخارجية وشؤون المغتربين للعام 2017 برئاسة النائب أحمد الصفدي اللجنة المالية خلال اجتماعها مع وزير البلديات وليد المصري والدوائر التابعة لها ناقشت عوائض ضرائب المحروقات المخصصة بموجب القانون للبلديات والمقدرة بما نسبته 50% والمتوقع انتصل إلى 171 مليون دينار لعام 2017 كما أكدت اللجنة حرصها على تطوير خدمات البلديات خاصة في ظل اللجوء السوري وخلال اجتماع اللجنة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة تم التأكيد على ضرورة التخفيف من حجم الانفاق والأموال المخصصة لغيات استئجار مباني السفارات والقنصليات الأردنية في الخارجية والعمل على تملكها نظرا لارتفاع هذه الفاتورة على خزينة الدولة وزير الخارجية بيّن أن الحكومة تملك حاليا 38% من مباني السفارات بالخارج وأنه يتم البحث مع صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي لشراء مباني السفارات ضمن التأجير التمويلي المنتهي بالتملك تم مناقشة مساهمة وزارة البلديات في تعزيز عمل البلديات من حيث تزويدهم بالأموال والمخصصات التي تنتج عن المحروقات توجيه المنح لإنفاق رأس مالي في البلديات لتعزيز الخدمات اتتقلت اللجنة للتقاء بمعالي وزير الخارجية والدوائر أيضا التابعة له وتبين بأن هناك حقيقة الكثير من النشاطات التي تغطيها وزارة الخارجية من خلال المخصصات المتوفرة لدى موازنة 2017 ترجمة نانسي قنقر